العوامل المؤثرة على ساعة المتسعة هي ثلاث شغلات الأي والكي والدي نختصرها بكلمة أكت حسب قانونها كي أي على دي في أبسلون نون زينا إحنا نريد اليوم نشوف إشلون هاي العوامل تغير ساعة المتسعة إذا نجع البعود البعود كل ما يزداد كل ما تقل الساعة لأن التناسب عكسي مثل ما راح تشوفون بأنه إحنا راح نقلل البعود كل ما نقلل البعود كل ما راح تزداد ساعة المتسعة هاي بالنسبة المن للبعود زين والمساحة المساحة تناسبها طردي يعني كل ما تقل المساحة كل ما راح تقل الساعة يعني تتناسب ويها طرديين زين شلون نقلل المساحة وذلك بإزاحة إحدى الصفيحتين جانبا سوف تقل الساعة أما النوع أو العامل الثالث لزيادة الساعة المتسعة هو وجود العازل فعند إدخال عازل بين صفيحتينها سوف تزداد الساعة ولكن يجب أن يملأ الحيز بينهما راح تزداد الساعة كل شو هاي لأن العازل حسب ما قال فارداي بأنه تزداد الساعة وميزوا بالفصل الأول تجربة فارداي وبالفصل الثاني اكتشاف فارداي لاتخرفوا طول مبيناتهم باي باي اشتركوا في القناة